اهلا بكم في ولنا وقفة وقفتنا اليوم مع السينما العربية وموقعها على الخارطة السينمائية في العالم مع وصول عدة أفلام عربية مؤخرا إلى منصات المهرجانات الدولية الكبرى وترشيح بعضها لإحدى أهم الجوائز السينمائية الأوسكار رغم هذه النجاحات صدرت عن بعض النقاد والمتابعين مواقف سلبي عن هذه الأفلام المرشحة فيما يراها البعض بداية جيدة لرفع مستوى الأفلام العربية من مستوها المحلي والإقليمي إلى المستوى العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة هل قدمت الأفلام العربية صورة حقيقية عن واقع مجتمعاتها على خلاف الصورة النمطية المرسومة عنها في العالم لماذا تصل عدة أفلام عربية فجأة ودفع واحدة إلى القائمة القصيرة في ترشيحات الأوسكار للأفلام الروائية والوثائقية وما سبب الانتقادات اللاذعة التي يوجهها النقاد والمتابعون العرب لهذه الأفلام وصناعها؟ هل كانت سياسات ومعايير المهرجانات الدولية الكبرى في صالح هذه الأفلام العربية أم ضدها؟ وهل تحقق السينما العربية تقدما حقيقيا على مستوى الجودة الفنية مؤخرا؟ أيضا ما سبب تأخر الأفلام العربية إلى الآن عن الوصول للعالمية وحصد الجوائز؟ هذه الأسئلة وأخرى سنجيب عليها في حوار اليوم مع ضيفي هنا في الستوديو السيناريست والمخرج السينمائي سوري ثائر موسى ومن بيروت ينضم إلينا الناقد السينمائي محمد حجازي أيضا ينضم إلينا من الضوحاء الكاتب الصحفي والناقد شفيق تبارة نبدأ النقاش بعد التقرير على الرغم من وصول بعضها إلى قائمة الترشيحات القصيرة في أكثر من مناسبة حجبت جوائز الأوسكار عن الأفلام العربية الروائية لسنوات أما الأفلام الوثائقية العربية فوصلت متأخرة إلى منصات تتويج حين نال فيلم القبعة البيضاء جائزة الأوسكار للفيلم الوثائقي سنة 2017 الفيلم بريطاني الإنتاج بفريق عمل جله من السوريين تناول قصص أفراد الدفاع المدني السوري وعملهم الخطيرة خلال الحرب في سوريا الأحداث السورية جثبت لجان التقييم في الأوسكار حيث رشحت في السنة التالية فيلم آخر الرجال في حلب عن أفراد الدفاع المدني مجددا لكن الفيلم لم ينل الجائزة الأولى حاله كحال فيلم عن الآباء والأبناء الذي رشح هذا العام أما الأفلام اللبنانية فقد أخذت فرصا في الترشح لأوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورتين الأخيرتين عبر فيلم القضية 23 ثم فيلم كفرناحوم الحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان الفيلمان اللبنانيين نالا سيلا من الانتقادات من قبل المتابعين والنقاد الذين قرأوا رسائلهما فلم ترق لهم ما فتح جدلا واسعا بينهم وبين صناع الفيلمين حضور فيلمين روائيين لبنانيين وآخرين وثائقيين سوريين في أهم محافل السينما العالمية لسنتين على التوالي لفت الأنظار إلى السينما العربية ولربما بحسب المتابعين سيفتح الباب أمام مزيد من الأفلام العربية على قوائم الترشيحات وعلى منصات التتويج فهل كانت متغيرات أحداث المنطقة العربية سببا في الاهتمام المتزايد بأفلامها أم الأمر متعلق بارتفاع الجودة الفنية والقدرات التقنية لدى صناع السينما العرب وهل قدمت الأفلام العربية صورة مختلفة عن تلك الرائجة عن الشرق الأوسط أم إنها رعاة المعايير المقبولة لدى لجان التحكيم لبرنامج ولنا وقفة أيهم سلمان DRT عربي وسأبدأ نقاش هذه الحلقة معك ثائر موسى لنبدأ بانتقادات الأفلام التي وصلت إلى الجواز نبدأ من هذه السنة كفر نحوم على سبيل المثال انتقد بأنه مقولب بطريقة مثالية تلائم المجتمعات أو جمعيات الأمم المتحدة وأيضا من خلال اتخاذ الموعدة والتبشير يعني ممكن وارد هذا الكلام في ناس بالفعل كان لهم هذه الملاحظة لكن يعني صدقيني أنه الدنيا كلها وخاصة في صناعة السينما تسعى لملاحظة تريند معين وتشتغل على أساسه ما بعرف هالشي منيح ولا لا لكنه يعني بجيب نتائج أنا بصراحة أنا سينمائي ما كتير بهمني الموضوع من ناحيته الإعلامية أنا بهمني حقيقة الفيلم أهمية الفيلم كصنعة سينمائية متانة السيناريو كيف العمل مع الممثلين رأيك بكفر نحوم من هذه الناحية الفنية هلأ أنا شخصيا يعني كمخرج سينمائي لست من هوات هذه النوعية من الأفلام ولا أقصد تحديدا كفر نحوم هاي أفلام التي تنتمي إلى الواقعية الهيكي بتفاصيلها اليومية مع احترامي الشديد لها طبعا ليست في روحي كسينمائي كمخرج ولو حد لكن تعود للمزاج الشخصي والتوجه الشخصي لكل فنان يعني إذا عم تأليني عن فيلم كفر نحوم فهو بالواقع ليس في مزاجي وليس نوعية السينما التي أنا أبضلها بس بالنهاية بظن أنه منيح يعني نفرح لهكذا فيلم بالمعنى السينمائي العربي بأنه في فيلم أخذ جائزة مهمة فيه كان وفي فيلم ما كان ضمن الترشيحات الخمسة في القائمة النهائية النومينيتد يعني سأنقل هذه النقطة لشفيق تبارة من الدوحة يعني يلفتنا سيد ثائر أنه الموضوع أحيانا يعني نركز في انتقادات أو يركز النقاد في انتقاداتهم على اختيار الموضوع ومقاربة الفنان أو المخرج لمشاكل المجتمعات العربية كفرناهم بحسب أيضا نقاد مختلفين كان جيد من الناحية الفنية ولهذا وصل ما رأيك لا أستطيع أن أقول أنه كان جيد من الناحية بصرية شخصيا بأعتقد وصل للكام ووصل للأسكار لأنه يتكلم عن حالة معينة في الشارع اللبناني أو الشارع العربي ككل أما أنه من الناحية الفنية أجد أن هناك عليه إشكال لا أعتقد أنه كان سأستطيع أن أقول أنه تقريبا أقل من متوسط فنيا ولكن هو يتحدث عن كثير من الأوضاع التي تدورها حاليا في لبنان وحتى في سوريا وفي الوطن العربي هناك إشكالات كبيرة برأيك سيد حبيب هل وصل كفرناهم إلى الترشيحات النهائية لأنه طرح قصة لها بعد إنساني لفتت النظر أم أنه اتجه نحو سورة نمطية لتقدم عن المجتمعات العربية بشكل عام أستطيع أن أقول أنه مذيج بين الأثنين يعني هو كان يقدم طريقة نمطية عن المجتمع العربي بنفس الوقت كان هو عم يقول أنه ماذا يحدث الآن في الدول العربية أبرار المتفرج الغربي بحب يشوف شو عم يصير حاليا بالواقع العربي بعيد عن الروبورتاجات التلفزيونية والوسائل المرئية والسلمعية فبكون عنده السينما فنحن لما نقدم ما يريده الغربي إن كانت من المهرجنات أو حتى المشاهدون فهم يكون تقريبا عرض وطلب فهذا الذي أوصل أعتقد هذا الذي أوصل لكفر نحوم إلى ما هو عليه الآن سمح لي سأنتقل إلى محمد حجازي يعني يبدو ما تحدث به السيد شفيق لا يقتصر على كفر نحوم أيضا انتقادات طالت فيلم طلال ديركي عن الأباء والأبناء بأنه قدم صورة كما يراها الغرب بأنه مثلا منطقة إدلب السورية هي منطقة متشحة بالسواد لا يوجد غير الجهاديين هناك وهذا كان مثال انتقاد داخلي سوري وعربي أيضا فيلم طلال ديركي ما رأيك؟ سيدتي أجد نفسي على ضفة أخرى ضفة مواجهة للزميلين للضيفيك العزيزين ثائر وشفيق أنا لست معهما على الإطلاق يبدو أن السياسة تؤثر على كل العالم العربي وصولا إلى نقار السينما السبب أن هناك حس مؤامرة دائما موجود عن كل بني آدم في العالم العربي يعني وصل فيلم إلى الأسكار لا ندري من أين يعني يجدون له المبررات ليقولوا هذا فعل ما يريده الغربيون لذا وصل هذا له واسطة في موضوع معين لذا وصل يعني نقول أنه جيد بس جيد ولكن أنا لا سمع هذا الكلام هل هناك من دفع أوبرا وينفري لكي تقول كلاما جيدا عن فيلم كفر نحوم؟ من الذي قال لها أقولي هذا الكلام العظيم؟ من الذي دفع بباربارا ستريسند لأن ترسل برقية خاصة لندين لبكي وتقول لها أنني شهدت عملا عظيما لماذا دائما يعني محسر في ركال وفق وفق الجوالي؟ أنا لست متخصصة بالسينما لا أستطيع أن أحكم على المعايير بغض النظر إذا كانت أنا متخصص وأقول هذا الكلام سؤالي المستطبع لما تقوله أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الأفلام ليست جيدة فنيا وإنما الانتقاد بأنها تركز على صورة نمطية معينة يألفها الغرب عن المجتمعات العربية لهذا عندما يقوم مخرج معين بالتحضير لفيلمه يأخذ بعين الاعتبار نظرة الغرب ويقولب فيلمه على أساسه هذا هو أساس الانتقاد يا عزيزتي هذا المنطلق الذي انطلقتم منه لإيجاد هذه الزاوية أنا أقول لك هناك 91 دورة للأسكار وهناك أقل منها بقليل في كان ودائما نقول نحن العرب هناك من يحاربنا في الغرب لذا لا تصل أفلامنا لكي تأخذ أسكارا أو لا تصل إلى كان لكي تأخذ السعفة الذهبية المشكلة فينا يا سيدتي وليست في الآخر المشكلة فينا نحن العرب وليست في الغرب الذي يشاهد أفلامنا على معدى 91 دورة لم نحز إلا أسكارا واحدا حازه جابريال يارد عن موسيقى وضعها لفيلم أمريكي الذي هو المريض الإنجليزي لماذا كل هؤلاء الأفلام طرحنا مواضيع بالمئات لم تخذلها الأسكار طرحنا مواضيع أكثر منها لن نصر سمح لي سيد محمد أريد أن أشرك الآن ثائر موسى بالنقاش هل فعل المشكلة فينا أي في العرب وليس في كيفية نظر هذه الأكاديميات والسينما الغربية لمنتجنا لماذا لا تقدم سوى صور البائسة عن المجتمعات العربية وتطرح القضايا البائسة ولهذا تصل إلى ترشيحات نهائية سواء في الأوسكار أو في كان أو في غيرها من الجوائز المرموقة شوفي سيدتي قبل ما جاءوا بك بس بدي أقول للأستاذ محمد أنه أولا برحب فيه وبالأستاذ شفيق أنا ما قلت هيك الواقع بالعكس قلت حتى لو حتى لو فدعونا نفرح بأن هناك فيلما عربيا يعني يوصل للأوسكار وللمرة الثانية نحن عم نحكي عن فيلم لبناني السنة الماضية قضية 23 قضية 23 هذا حدث يجب أن يكون الواقع مبعث سرور لنا نحن العرب بغض النظر عن خلاف بوجهات النظر وكل التحية طبعا لهكذا أفلام لهكذا مخرجين بالنسبة لجواب سؤالك يعني الآن خطر لي سؤال عن الفرح لماذا فقط يعني تتم الفرح العربية عبر الترشيح والوصول إلى مراحل متأخرة يعني ما دخل أول مرة فيلم باب الحديد ليوسف شافين عام 1958 والبعض يقول أنه منذ ذلك الحين كانت سيرة ترفض سينمائي عربي لأكثر من 60 سنة لأنه يعني أين الأفلام العربية التي ربيحت بالأوسكار هون منعود بقى على مسألة السينما العربية السينما العربية معدى أفلام قليلة الواقعة بتاريخها ككل وبالمناسبة بباب الحديد هو واحد من الأفلام العربية العظيمة في تاريخ السينما العربية ولعل يوسف شاهين هو الأبرز في هذا يعني في مدى انتشاره العالمي خلينا نقول أنا برأيي لا ليست مسألة مؤامرة وليست مسألة أن العالم ضدنا ببساطة نحن لا نصنع أفلام جيدة نقطة من أول السطر خلينا نحكي نحن لا نصنع أفلام جيدة عموما طبعا هناك أفلام الواقعة مهمة وممتازة يعني صنعت في مصر صنعت في المغرب العربي في المغرب في تونس الجزائر في يوم من الأيام كانت سينما مهمة لكن أيضا السينما هي سيدتي صنعة وهي ميكانيزم كبير في قضية الوصول إلى السينما العالمية والمحافل الدولية عند نقطة الوصول سأعود إليك محمد حجازي يعني بغض النظر عن تقييم الأفلام ليست كل الأفلام الجيدة تصل إلى الجوائز العالمية لأن هناك يعني بعدين بعد الموضوع وبعد أيضا ما يقوله البعض تدخل السياسة في الاختيارات وهناك البعد المادي يعني أحد المخرجين يقول أنه 400 ألف دولار لترويج فيلمك إيصاله إلى النقاد وإنشاء شبكة علاقات يعني تتحدث عن هذا الفيلم يعني بعض المخرجين يفضل أن يصرف هذه الأموال على صناعة فيلم جديد يعني ليس فقط شعور بالمؤامرة هناك بعد مادي أيضا يا سيدتي هذه الأمور نحن نتفق عليها معك تماما وحتى مع الزملاء لكن أسأل الأستاذ ثائر على مدى كل هذه السنوات على مدى نصف قرن لنقول لن أقول قرنا كاملا لم نصنع ولا فيلم واحد أعجب الغرب لم نترك موضوعا إلا وتكلمنا عنه عندنا مخرجون بقدر ما تريدين من المستويات العظيمة صنعنا في مصر وفي المغرب العربي وفي سوريا وفي أي مكان صنعنا أفلاما جيدة السؤال لماذا لم تصل هذه الأفلام وعندما يصل فيلم إلى الأوسكار أو إلى كان أو إلى برلين نجد من يقول يا جماعة هذا ليس له مستوى هذا هناك يعني شبهة أنه يعني يحاب الغرب ويقول ما يريده الغرب ما بيصير يعني يعني إذا وصلت وصلت يعني عنزه لو طارت ما بده نياها تكون بينيه أنا معصدي العربي الذي لا يتحمس لوجود فيلم في الأوسكار العلي فيه مش هل العلي فيه على فكرة الأستاذ سائر متحمس وفرح لوصولك يا أخي ما هذا حزين ولكن يبدو فيه سوى تفاهم لأنك ما تبين عليه محمس يعني هو كان عم يبرر يعني لا أدري كيف تشفت الحماسة فأنا هذا المقصد عندي ما بعرف هو الأستاذي عم بيقولني كلام ما قلته يعني أنا معصدي أنه وصل فيلم عربي يا أخي ولكن سأعيد نفس الفكرة الأستاذ سائر قال بأنه كفر نحوم وصل ولأنه وصل نريد أن نفرح ولكن الآن سأنتقل إلى ضيفي من الدوحة شفيق طبارة يعني سأعود إلى نفس النقطة الترشح لهذه الأفلام هل هو فني أم سياسي كيف نفسر أنه كفر نحوم أو عن الأباء والأبناء أو عن الفيلم الذي ربح الأوسكار الخواذ البيضاء من 2011 عندما دلعت الثورات العربية من 2014 بدأت الترشيحات تتوالى لأفلام تتعاطى مع قضايا منشأها الربيع العربي بس قبل بدي رد على الأستاذ محمد على قصة أوبرا وينفري وليش خلت أوبرا وينفري خلتها تكتب هذا الشيء بدي استشهد بمقولة لبولين كايل هي من أهم النقاط السينائيين بتاريخ السينما بولين كايل قالت مرة أن السينما كسينما هي ببنية على أمكانيات مادية كبيرة فأي شيء بتكون تعرفوه عن السينما بتكون تعرفوه من خلال النقاط المستقلين أي شيء تاني هيكون إعلانات فأنا بعتبر اللي قالت أوبرا وينفري هو مجرد إعلان ليس أكثر ولا أقل بخصوص السياسات المتبعة بالمهرجانات الدولية تقريبا كل مهرجان له سياسة خاصة فيه حتى لو هي هذه السياسة منها معلنة كليا بس لحتى فسلكها بطريقة أهيان إن كان فيلم جيد ولكن إذا كان فيلم جيد والقصة جزابة هؤلاء الطريقة بيكون ممتاز ولكن هذا قليل جدا أن يحدث في دولة العربية وإن كان الفيلم سيء ولكن القضية ساخنة حاليا لنقول الربيع العربي الذي حدث قبلا وهذا ما يعطي سياسة المهرجان أن تأخذ هذا الفيلم بغض النظر عن إمكانيته الفنية السينمائية يعني ما فينا نكذب على بعض ونقول أن ما نقدمه للمهرجانات هي أفلام سينمائية أو تحف سينمائية نحن لا نقدم تحف سينمائية نحن نقدم ما يريده هذا لا أكثر ولا أقل هنا سأعود إليك ثائر موسى قلت أساسا نحن لا نصنع أفلام جيدة وأيضا شفيقي يقول بأنه نقدم ما يريدونه في المهرجانات سأبدأ بالشق الأول لماذا لا يصنع العرب أفلام جيدة طبعا أنا قلتلك أنه صنعت أفلام مهمة لكنها ليست بالمستوى العالمي المطلوب الذي كان ممكن يوصله للأوسكار أو لجوائز كان لماذا لأنه نحن بلاد متخلفة ببساطة شديدة السينما فن وصنعة ورأة مجتمع ونحن ببلاد لا نستطيع الخوض في كثير من المواضيع المهمة والحساسة وأنا مشا نطلع من هالموضوع بحب أن نعم ترشح بعض الأفلام في كان ولا في فينيتسيا ولا في الأوسكار لخلفية ما سياسية اجتماعية لموضة حاليا نعم لكن القاعدة أن الأفلام المهمة تصل السينما الإيرانية وصلت وصلت إلى العالم كله وليس فقط بمعنى المهرجانات وإنما بالمعنى الجماهيري السينما الإيرانية تنزل إلى السينمات في فرنسا أو إنجلترا أو في أمريكا فتشاهد وبالتالي العلي الواقع فينا نحن وليس في أي نظر هل أيضا التوجه إلى اعتبار الأوسكار هي الاعتراف بجودة هذا الفيلم أو جودة صناعة سينما معينة سواء عربية أو أجنبية يعني الأوسكار هي موجهة للسينما الأمريكية والسينما الناطقة بالإنجليزية لديها جائزة فيلم أجنبي أو حين تصل الأفلام الأجنبية عبر الوثائقيات يعني ليست صلب تركيز جائزة الأوسكار صناعة السينما العربية أو غيرها في العالم هل هذا أفضل اعتراف ممكن أن يحصل عليه مخرج عربي أو موثل عربي أو أي أن كان يعني أشكرك على هذا السؤال هو الواقع عموما الجوائز تعطي إشارة ما إلى جودة الفيلم من عدمه ولكن هذا لا يعني بأن كل فيلم حاصل على جائزة هو فيلم ممتاز هاي بدنا نفرق بين التنتين أنا هيك باستشهد فقط بقول بروفيسور درسنا في المعهد العالي للسينما في بولند عندما قال لي يا بني وهي أنا جملة ما بنساها بحياتي يا بني من الجوائز المهرجانات في العالم ما يفوق بكثير عدد الأفلام المهمة المصنوعة سنويا في العالم يعني في العالم بنعمل له 10-12 فيلم وهم 15 فيلم وهم وفي 200-300 جائزة فبدون يتوزعوا هذول الجوائز بالنهاية وبالتالي أقول بأنه نعم الجائزة لها مؤشر بالفعل قد يكون فيلم ممتاز ولكن ليس بالضرورة نعم سأتكفي بهذا الخدر باقي لي دقيقتين دقيقة لك محمد حجازي أليس غريب أنه معظم المخرجين لديهم جنسية مزدوجة كأمريكية فلسطينية هولندية ويمانية وإلى ما ذلك هل هناك شيء خاص بالمخرجين وصولا عربية ولكن لديهم جنسية أخرى يعني هذه عادة موجودة في العالم يعني ليست جديدة يعني عندما يتواجد أي طالب سينما في معهد ما في دولة غربية يأخذ جنسيتها لكي يتابع لكي يعمل لفترة بسيطة ويكمل يعني لا يؤثر هذا على نظرتهم بأن لا تكون عربية خالصة لماذا حس المؤامرة ليس مؤامرة بحكم المنشى بحكم الطبيعة والتجربة أنا أحاسب كل مخرج على نتاجه الذي أراه أمامي ما شاهناه إلى الآن من أفلام أنجزها مخرجون عرب أنا كنت معها مليون في المئة لم أشك في أي مخرج بأن له انتماء غربيا وصلت الفكرة وانتهت الدقيقة سأختم معك شفيق تبارة أن نخون كل المخرجين هذه مشكلة لا تخوين يعني عفوا لا تخوين هناك سؤال يعني شفيق تبارة ما رأيك لا ما هو هاي العمليين هذا الذي طيب سفيق تبارة تفضل إذا بدأ نحكي بالمخرجين العرب الذين لديهم جنسيات ثانية كل المخرجين في العالم لديهم جنسيات ثانية وهي أهم المخرجين يعني أكثريات المخرجين لديهم جنسية فرنسية وجنسية أخرى أو جنسية أمريكية وجنسية أخرى ما أعتقد هذا له دخل بأي شيء هذا شيء شخصي بعيدا عن السينما كسينما بعيدا جدا هذا شيء شخصي نعم سأكتفي بهذا القدر لأنه الوقت دهمني وفي نهاية هذه الحلقة شكر جزيل لضيوفي السيناريس والمخرج السينمائي فائر موسى ومن بيروت الناقد السينمائي محمد حجازي أيضا من الدوحة شفيق تبارة الصحفي المتخصص في السينما شكرا جزيلا لكم جميعا وأيضا مشاهدينا الشكر موصول لكم على حسن متابعاتكم إلى لقاء قريب في حلقة جديدة من ولنا وقفة اشتركوا في القناة